السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن الاسمويد بون العزم المصفاوي او العزم الغربالي والعزم المصفاوي او العزم الغربالي اتسمى بالاسم ده لانه بيحتوي على سقوب بتخليه على شكل مصفى او على شكل غربال. السقوب دي بيمر منها الالياف الخاصة بالعصب الشامي اللي هو الالفاكتري نيرف والاسمويد بون بيتكون من تلات اجزاء. جزء افقي اللي هو الكريب ريفورم بليت وجزء عمودي اللي هو البربنديكولر بليت وكتلتين على الجانبين اللي هما الجزء الافقي او ما يسمى الكريب ريفورم بليت اللي هي الصفاحة الغربالية بيكون فيها سقوب كتير علشان بيمر منها الالياف الخاصة بالعصب الشامي وبيخرج منها بروز الاعلى بيطلق عليه اسم كريستا جالي الكريستا جالي بيتصل بالفالكا السريبراي اللي هو المنجل المخي اللي موجود ما بين فصي المخ علشان يسبت فصي المخ في الحفرة الدماغية الامامية اللي هي الانتيريور كرينيا الفصة والكريب ريفورم بيخرج منها بروز لاسفل اللي هو الجزء التاني الجزء العمودي ما يسمى بالبربنديكولر بليت والبربنديكولر بليت بيمتد لاسفل علشان يكون الحاجز الانفي اللي هو النزل سيبتا اخر جزء في الاسمويد بون هم الكتلتين اللي موجودين على الجانب بيطلق عليهم اسم والكتلتين دول بيحتوى على الجيوب الانفية الخاصة بالاسمويد بون اللي بيطلق عليهم اسم اسمويد ساينسز واللاترال لابرينسز بيكونوا الجدار الداخلي لكلا الحجاجين واللي بيسموا لامنا بابريشيا وادي كرونال فيو الأشعة مقطعية بتوضح لنا الاسمويد بون والكريبر فورم بليت بيخرج منها الكريستا جالي علشان يتصل بالفالكا السريبراي وادي البربنديكولر بليت بيكون النزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي وادي الكتلتين اللي على الجانب بيكونوا من عنده حجاج جلين الجدار الداخلي اللي بيسمى لامنا بابريشيا وبيحتوى على الاسمويد ساينسز وبرضو بيحتوى على بروزين اللي هم السوبرير والميدل نازل كونكا اشتركوا في القناة